بين الساعة 10 و 1 بالليل بليلة 17 اكتوبر من سنة 2006 انخطفت آلتون تويا شيربو وهي فتاة عشرينية انخطفت من وسط الشارع خطفوها اثنين سحبوها وخلوها بسيارة مظلمة وبدوا يقودون بيها بأعماق غابة بعيدة خارج مدينة كوالا لامبور عاصمة ماليزيا آلتون كانت دا تصرخ بالسيارة وتقاوم مختط فيها بكل ما تقدر لكنها كانت بدون جدوة كانوا مسيطرين عليها وديقودون السيارة بعيد ما قدرت تعرف منهم المختطفين لكن كان واضح انهم كانوا لابسين ملابس الحرس الحكوميين يعني ملابس شبه عسكرية وكانوا مغطين وجوههم لما نوصلوا للغابة المظلمة هايا نزلوا آلتون هناك وواحد بيهم وبدون اي مقدمات اطلق النار على رأسها وموتها برصاصة من بندقية آلتون ماتت وهي مرعوبة وبالها آلاف الاسئلة وقبل ما تودع الناس اللي تحبهم ما كفهم هيش لأن المختطفين بعد ما قتلوها ربطوا ايديها ورجليها بمتفجرات قوية جدا متفجرات يستخدموها لتفجير البنايات وانه يخلون بنايات تنهار تخيلوا يعني متفجرات من هذا النوع متفجرات عسكرية يستخدموها بالحروب ربطوها بايديها وبرجليها وبعدها قادوا سيارتهم وبتعدوا شوية وهناك واحد بيهم وهو بالسيارة ضغط على زر التفجير فتفجرت جثة آلتون اللي حرفيا مبقى من عدها غير قطع صغيرة جدا انتشرت بكل أرجاء الغابة القتلة هذولة توقعوا انهم فلتوا بجريمتهم لكن انفجار بهاي القوة قاد الشرطة بسرعة لمسرح الجريمة وتركوا وراهم آثار يعني أدلة كانت ضدهم خلت الشرطة انها توصل لهم بسرعة وتقبض عليهم واعترافاتهم الأولية وصلت الشرطة القصة مرعبة بطلتها موديل جميلة دخلت بشبكة من العلاقات ويا الناس الكبار اللي اللعبوا اياهم يودي وراء الشمس واللي وصل انه نهايتها تكون مأساوية انا ساري حسام وسط نعاش ونص مساء الخير في فيديو جديد فرحان كلش انه رجعته حتى تشوفون فيديو جديد من قناتي وفيديو اليوم مليان صدمات كل شوية السيناريو ينقلب وكل شوية تتغير القصة وهاي ايضا من القصص الحصرية والليوم اذكورة قبل بقنوات فيعني ترجمتها اليوم ما عرف دا حاجة يوتيوبرات قبلي او لا بس يعني انا ترجمتها بنفسي من لغتين حتى اطلع بنعدها كل التفاصيل واحشلكم ياها اليوم فالمهم ما رد اضيع وقت هواية لانه الفيديو بيهواية تفاصيل ويراد منعدكم تركيز فجيبوا شي تشربوه او تاكلوه وخلونا نبلش بقضية اليوم من وصلة الشرطة بعد ما سمعوا صوت الانفجار طبعا وصلوا لقوا المكان كأنها مساحة حرب الاشجار محترقة انفجار انفجار قوي جدا الاشجار محترقة الارض اللي جوه الانفجار كلها محفورة ريحة دخان ونار كلش قوية والافضع من هذا انهم ملقوا اصلا الجثة اللي انفجرت لكن لاحظوا وجود بعض الاشلاء القليلة جدا اللي من خلالها تم طبعا الكشف عليها والكشف عن الدياني واكتشفوا انو الضحية يعني شخصية وبنية شابة كلش بريئة وايضا كانت غريبة ما كانت ماليزية كانت من دولة اخرى طبعا الخبر انتشر بسرعة بكل الجرايد لانه يعني كم مرة سامعين بحياتكم عن وحدة مو بس يقتلوها وانما يفجروها فبدأ يطرح كثير من علامات الاستفام وكثير من الاسئلة اللي رح تتوضح بعديا باحداث القصة المهم قبل ما احشي لكم منه هي الضحية خلنا نروح على حدث ثاني صار بسرعة انو الشرطة اكتشفت كثير من الادلة على القتلة اللي سووا هذا الشي تركوا وراهم كثير من الادلة علامات السيارات نوع الاسلاح كذا شغلة تركوها وراهم المهم يعني بالفعل قدرت الشرطة انو توصل للمتهمين وتقبض عليهم اول متهم كان ازيلة هادري كان عمره 30 سنة والثاني كان ازار اومار كان عمره 35 سنة المصيبة انو ازيلة كان رئيس مفتشين بالجيش وازار همينة كان عنده رتبة عريف عسكري اثنينهم يعني عندهم رتب قوية بالجيش وبالحكومة الماليزية فليش هي تشي رح يسوون غير انو الاثنين كانت رتبهم قوية الاثنين كانوا ينتمون لمنظمات استخبارية كلش قوية بماليزيا والاقوى من هذا واللي يصدم اكثر انو الاثنين كانوا حرس شخصيين للرئيس الماليزي عبدالله احمد بدوي فجاب حراس الرئيس على انهم يقتلون موديل عمرها 28 سنة بريئة وما عندها اي مشاكل بالضبط هي هاي الضحية كانت عارضة ازياء موديل اسمها الاثن عمرها 28 سنة وكانت من منغوليا من دولة منغوليا وجاية برحلة الماليزية كان غير عملها بعرض الازياء كانت ايضا تشتغل مترجمة خلال التحقيق تأكده والشرطة انو هذول الرجلين ما عندهم اي علاقة شخصية بالتن ولا عمرهم قابلوها قبل فتأكدوا انو اكيد اكو احد رسلهم اكو احد كبير حتى يدزهيش اثنين عندهم رتب مرموقة انو يسووله جريمة قتل فاكيد اكو احد وراهم وهذا الاحد شخصية شبيرة طبعا الاثنين ظلوا صامتين وما حتشوا اي شي وما قالوا منو وراهم ولا حتشوا باي تفاصيل فهنا الشرطة بدت انها تبحث بتاريخ آلتن نفسها حتى يفتهمون اذا كان اكو سر معين بحياتها ممكن يوصلهم بقاتلها الحقيقي وليش هيش انتهت نهاية مأساوية نولدت آلتن يوم ستة خمسة سنة ثمانية وسبعين نولدت بمنغوليا وبعدها انتقلت هي واهلها من هي وطفلة وعاشت بالاتحاد السوفيتي آلتن تويا كانت عايشة ويا ابوها وامها واختين ثانيات وكانوا اهلها كلش داعمين طموحها وخيالها ويعني يريدوها انها تنجح وتتطور بحياتها ابوها يقول انو آلتن كانت كل الشخصية فريسبيرت مثل ما يقولون شخصية حرة تحب السفر تحب الانطلاق تحب التعليم تحب الحياة عموما وايضا كانت كلش قوية وواثقة من نفسها ايضا آلتن منها وصغيرة كان عندها حب وهواية كلش حلوة هي انها تتعلم لغات فتعلمت المنغولي والروسي والصيني وبعد ما ضبطت هاي اللغات مية بالمية بدت تتعلم لغات اخرى تعلمت الانجليزي والفرنسي فسنة التسعين سافرت من جديد المنغوليا البلدها الام وبدت هناك تشتغل مترجمة بعد فترة من وجودها بمنغوليا تعرفت على مغني كلش مشهور عدهم اسمه ماداي تعرفت عليه وتزوجته وسنة الستة وتسعين صار عدهم ابن صار عدهم ولد لكن بعد فترة قصيرة من ما صار عدهم هذا الولد انفصلت عن زوجها المغني هذا واخذت ابنها وخلتها يمأهلها حتى تكمل طموحها وتكمل شغلها نهاية التسعينات سافرت ألتن الفرنسي ومنها بدت تدرس عن المودلينج عن عرض الأزياء وبدت تشتغل عارضة أزياء وبعد كم شهر رجعت من جديد المنغوليا وكملت عادي شغلها انها عارضة أزياء وايضا مترجمة ومن جديد تعرفت على رجل ثاني وتزوجته وايضا صار عدها طفل صار عدها ولد وايضا بعد ما صار عدها هذا الولد انفصلت عن زوجها وهمي انها أخذت ابنها وودتها حتى يربوه أهلها طبعا منها كيبعد تركت موضوع الزواج وما قامت تفكر أبدا بالزواج وبدت تركز بس بشغلها بموضوع الترجمة فبدت تسافر بكثير من الدول تسافر السنغافورة تسافر للصين وإيه مثل ما بدت تفكرون سافرت أخير شي الماليزيا سنة 2006 وبدون مقدمات ألتن قالت لأهلها وخصوصا أبوها اللي كان كلش مقرب منها انها راح تسافر للماليزيا برحلة عمل وما راح تطول أبد لكنها لما سافرت طولت عن يعني اللازم فاتصل بيها أبوها وقالها شنو الموضوع شوكت راح ترجعين يعني شنو الشغل هذا اللي هلقى تطول فقالت لأبوها برسالة قالت لأني تعرفت على رجل مهم جدا وذو نفوذ هنا بهاي البلد وانه عندي أمور لازم أضبطها وياه قبل ما أرجع البلدي بالحقيقة انه قبل سنتين من سفرها الماليزيا يعني إحنا 2006 قبل سنتين سنة 2004 اتعرفت ألتن بمؤتمر صار بالصين مؤتمر راحت بيك مترجمة اتعرفت على سياسي ماليزي صاحب نفوذ ومهم جدا اسمه رزاق باقيندا أوكي شنو يعني تعرفت على واحد ثالث أكيد راح تتزوجه وتجيب من عنده ولد وبعدها تأخذه ابنها تخليه مهلها وتتطلق من عنده ببساطة لا رزاق كان رجل خطر جدا ورجل يعني ذو نفوذ عالي كلش يعني مهم كلش بماليزيا ببساطة رزاق كان المستشار الأول لرئيس وزراء ماليزيا اللي اسمه نجيب رزاق فلا تخربطون المستشار اسمه رزاق باقيندا ورئيس الوزراء اسمه نجيب رزاق يعني راح تسميهم باقي القصة رزاق ونجيب المهم رزاق وألتن صارت بينهم علاقة رومانسية وصار بينهم علاقة حب والاثنين واحد حب الثاني وبالحقيقة ألتن كانت كلش مرتاحة بهاي العلاقة يعني كان رزاق يمطر عليها بالهدايا مالتي والفلوس والمجوهرات وإيضا كان يصرف على أطفالها الاثنين المشكلة الوحيدة أنه رزاق كان متزوج لكنه لقى حيلة كلش ذكية حتى يقدر أنه يظل بعلاقة ويا ألتن بدون ما مرته تشك وبدون ما أي أحد يشك كان مشغلها ويا على أنه هي مترجمته فشانت تسافر ويا وما يروح الفرنسا السنغافورة كل رحلات العامة المالته كانت تسافر بيها ويا على أنه هي مترجم رزاق وعد ألتن أنه بيوم من الأيام رح يتزوجها ورح يستقر وياها ورح يسوون عائلة ومن كل هذا الحشي لكن للأسف ماكو شي يستمر على نفس حالته وخصوصا العلاقات اللي من هذا النوع مثل ما قلت لكم هما تعرفوا 2004 وبعد تقريبا سنة يعني أكثر من سنة بشوية بدأ رزاق يسحب نفسه من ألتن طبعا ألتن ما تقبلت هذا الشي أبدا وحست أنه بس استغلها وعدها وعود كاذبة وكأنه ما اشتراها بفلوسه ولما نمل من عدها قرر أنه يذبها ويسحب نفسه نروح حسا لسنة 2006 لما رجعت سافرة ألتن لماليزيا وقالت لأبوها أنها رايحة برحلة عمل بالحقيقة هي كانت مسافرة حتى تحل مشاكلها وتحط النقاط على الحروف ويه رزاق بالفعل سافرت لماليزيا وبدأت هناك تدور عليها وتحاول تتصل بيه لكنه كان دا يتجاهلها ودا يتهرب من عدها بكل الطرق طبعا ألتن ما كانت تعرف شنو تسوي كان عدها كثير أسئلة ببالها فبدأت تدزل رسائل وتخابره وبوحدة من رسائلها قلت له بالضبط رزاق كافي خداع اتصل بيه أو راح أجيك لبيتك اليوم طبعا بيته اللي بيه مرته وعائلته واللي ما يعرفون أي شيء عن علاقتهم هنا ألتن صارت مصدر تهديد ومصدر إزعاج الرزاق ويعني بدأ يفكر شلون ممكن يحل وياها الموضوع هذا كله لكن لحد هاي اللحظة ما كان أبدا ده يتواصل وياها ألتن بالفعل نفذت تهديدها بعد ما ما اتصل بيها وراحت البيتة وبدأت تدق الباب على أمل أنه يطلع لها ويعني ينحل موضوعهم بسرعة لكن الحراس بسرعة بيعدوها عن البيت ويعني ما يخلوها تدخل رزاق بدل ما يبلغ الشرطة وبدل ما يخابر عليها الشرطة ويقول أنه هي ده تزعجة أو ده تراقبة أو من هذا الحشي توجه المكان ثاني رزاق راح الشخص هو مدير حماية رئيس الوزراء وقال له هي تشوي تشدي يصير ويايا وأريد أحد يقدبها ويعلمها يعني شون أنه ما تندق بناس أكبر من عدها فبالفعل هذا الشخص اللي هو رئيس الحماية وصله بالمتهم الأول اللي هو أزيلة هادري حسب اعترافات رزاق فيما بعد بالمحكمة قال أنه هو وأزيلة تناقشوا أنه يعني يريد يلقى حل ويريد يوقف ألتن يعني عد حدها أزيلة قل له أنه هو قاتل يعني كثير ناس قبل وأنه هو مثل القاتل المتسلسل اللي يشتغلوا بأجور للشخصيات السياسية المهمة يحللهم مشاكلهم أو يعني يقتل أي أحد يجي بطريقهم لكنه قل له أنه لا أنا ما ردك تأذيها ما ردك تقتلها نريد بس نخوفها حتى تبتعد عن طريقي طبعا أزيلة كان مثل ما قلت لكم يشتغل أصلا بالسلك العسكري يعني كان ضابط أيضا عسكري فهي يعني شغلة ثانية عنده غير شغلة أنه بالعسكرية هو كان عنده هاي السالفة أنه هو قاتل مأجور للشخصيات المهمة المهم قل له أنه ما ردك تأذيها لكن هل بالفعل هي تقل له أو هل كان يعني بالفعل ما يريد يأذيها وهذا كان يتصرف من كيفه الموضوع ما كان يتصدق والشرطة أصلا ما صدقه ليش ممكن واحد يقتلها ويفجرها وهو أصلا ما قايل اللي هيجي يسوي فتوقعوا أنه رزاق كان بس داي حاول أنه يعني يحمي نفسه من قال هذا الكلام قبل يوم من قتلها ألتر راحت لمركز الشرطة وبلغت هناك أنه أكو أحد داي يراقبها وين ما دا تروح وصال لعدة أيام داي يراقبها وبدت تخاف على نفسها وتخاف على حياتها تقرر الشرطة سجل اعترافها أو سجل يعني إفادتها اللي قالت بيها أنا ابنية عادية إجيت حتى أقابل حبيبي اللي طلع كذاب وعدني بهواية شغلات وهواية وعود وخلف بيها كلها وهس يريد يسجني أو يقتلني يمكن أنا غلطانة لأنه أريدت يعني أبتزح أنه أفضح كل شي المرتع عن علاقتنا لكن هذا كان رد فعل على كل الكذب وكل الأوهام اللي عيشني بيها إذا صار لي أي شي روحوا وحققوا ويهذا الشخص وكتبت اسم رزاق كامل ورى يوم من هذا البلاغ بالليل توجهت ألتن لآخر مرة البيت البيت رزاق يعني آخر محاولة إلها راحت وبيت تدق الباب على بيته بين ساعة عشرة وساعة وحدة بالليل هناك حست أنه أكو أحد سحبها من الخلف وسحبها للسيارة ويعني كانوا إياه أحد ثاني وأخذوها للغابة وصار كل اللي صار ولي حجيت لكم يا ببداية الفيديو بعد أسبوعا من الجريمة تم إلقاء القبض على القاتلين وأيضا على رزاق اللي المفروض هي يعني قالت للشرط حققوا بأمره وأيضا هذول الاثنين اعترفوا وقالوا أنه هو يعني اللي قال اللي حرضهم على أنه هيش يسوون قبض عليهم وثلاثتهم بس أكيد القصة مخلصت لهنا بالحقيقة القصة هسة بدت أثناء التحقيق ويا رزاق قاد الشرطة لتويست الانتقالة غريبة كلش بالقضية وما كانت ببال أي أحد رزاق طلب شهادة طلب شاهد هذا الشاهد كان شخص اسمه بالا وكان المحقق الخاص مال رزاق رزاق كان معين محقق خاص حتى يحمي هو وعائلته من ألتن قال أنه ألتن كانت تهدد كل هذي شي الفترة ألتن نفسها هي يريد تهدد رزاق فاضطر أنه يعين محقق حتى يحمي من عدها ويراقبها ويراقب تحركاتها كل الأيام اللي فاتت حتى أنه يعني يحمي من عدها فبالفعل بالا هذا بدأ يراقب ألتن يعني الشخص اللي هي راحت وبلغت الشرطة عليه وبلغت أنه أحد يراقبها كان هذا المحقق وما كان الشخص اللي قتلها بالا قال بالفترة اللي كانت يراقب بها تحركات ألتن حتى يحمي رزاق من عدها اكتشف اكتشاف أخطر كلش بهواية اكتشف أنه ألتن ما كانت فقط بعلاقة غرامية وده تبتز رزاق وإنما كانت بعلاقة ويا راس أكبر بهواية بعض ألتن بالحقيقة كانت بعلاقة غرامية ويا رئيس الوزراء نفسه ويا نجيب رزاق يعني كانت على علاقة بالاثنين المستشار اللي هو رزاق وأيضا الرئيس الوزراء نفسه اللي هو نجيب واللي عرف هذا المحقق أنه أصلا علاقة ألتن بن جيب اللي هو رئيس الوزراء هي من زمان من قبل ما حتى هو يصير رئيس وزراء هو اللي كان على علاقة بيها ولما كانوا بالصين هو اللي عرفها على المستشار ماتة اللي هو رزاق فصارت علاقة عدها ويا الاثنين وكانت يعني تسحب فلوس من الاثنين وبالفترة اللي انقتلت بيها كانت تبتز الاثنين والاثنين كانوا متجاه ليها واكتشف أيضا أنه ألتن مو كانت بس تطالب رزاق أنه يرجع لها وأنه يطيها فلوس أو ينفذ وعوده لا كانت أيضا تبتز رئيس الوزراء نفسه كانت طالبة من عنده مبلغ نص مليون دولار يعني كعمولة لها بصفقة سواها هو وهي كانت مترجمة بيها صفقة اشترى بيها غواصتين من فرنسا وكانت صفقة مشبوهة كلش راح تشير لكم بعدين يعني فالتفصيل ثاني المهم هي كانت مترجمة بهاي الصفقة وقالت لأنه مستحيل كانت راح تنجح هاي الصفقة بدوني واني يعرف الفساد اللي صار بيها فيعني نطيني نص مليون وراح اسكت واروح واسافر يعني ما عرف انا ما شايف هاي قوة او غباء انه انتي تبتزين رئيس الوزراء ومستشارة وانتي حرفيا بالبلد اللي هم ما دي حكموه طبعا هنا الاعلام كل عاف رزاق وتوجه على رئيس الوزراء وبدأ يتهم هو بقتل التن طلع بسرعة بمؤتمر صحفي قال انه ولا يعرف ها ولا عمر طلع وياها ولا يدري ايش عن هاي القصة وانه الحقائق رح تبين بالايام الجاية وانه القانون رح يثبت براء المصيبة انه اكو صور تسربت تجمع هو وياها ويا رزاق سوى فاكيد حتى لو ما كان على علاقة بيها اكيد هو يعرف منه هي بعد يوم واحد من المؤتمر الصحفي هذا بالا المحقق اللي طلع وفضح كل شي نزل تصريح تراجع بيه بكل كلام وقال انا ما تشنت اقصد انه اتهم رئيس الوزراء وهو ما لأ قال انه مستحيل يكون هذا الكلام صحيح لانه هو شاهد هو مو متهم حتى يتم الضغط عليه يعني هو اجب نفسه وشاهد هاي الشهادة بعد ذلك بالا اختفى تماما من الوجود وما حد يعرف هو وين صار والكل بدأ يتوقع انه ايضا تم قتله بعد ما هي شك على رئيس الوزراء طبعا ظلت القضية بارده يتم التحقيق ويهذول المتهمين ثلاثتهم ومده يظهر الحقيقة ولا واحد بهم يعترف وكل شوية تتغير الاقوال لمدة ثلاث سنوات لحد بعد ثلاث سنوات هنا صارت انعطافة جديدة بالقضية بالا رجع ظهر للصورة اتصل بالمحامي ماته بعد ما الكل توقع انه مات او كان مختفي لمدة ثلاث سنوات اتصل بالمحامي واعتذر منه وقال انا ااسف واني ضللت التحقيق واني خربطتكم لما انت راجعت بتصريحاتي لكن انا كل شي قلته كان حقيقي قل انا حاليا بمدينة كشمير اعتقد بسنغافورة وقل انه انا انا مقتول انا مختبئ طبعا المحامي هذا سافر لراح للسنغافورة ومناك يعني قل لبالا عن كل الموضوع بالا اكد لانه علاقة التن برئيس الوزراء حقيقية مية بالمية وانه بعد ما صرح هيشي اتهدد من رئيس الوزراء بانه يسكت ويكذب كل كلامه واجههم احد للبيت من طرف الرئيس نفسه وقال لهم هو ومرته لازم يكذبون شهادتهم ولازم يسافرون حالا وما يرجعون ابدا وقال لها ان الحكومة رح تصرف عليك مبلغ 5000 دولار بالشهر بس اختفوا ولا ترجعون ابدا وبالفعل بالا وزوجته ظلوا مختفين ومنفيين لمدة خمس سنوات محشوا بيها اي شي بعد ذلك خلال هالسنوات الخمسة طبعا القضية سقطت عن رزاق وعن نجيب اثنيناتهم واعتبرتهم يعني اعتبرتهم المحكمة انه هم ابرياء وانه هم ما عليهم اي ادل اما الاثنين اللي هم القاتلين فهذولا خلوهم بالسجن واستمر التحقيق وياهم لحد ما يطلع حكم عليهم طبعا بعد فترة وبعد ما طلعوا اثنينهم يعني براءة ويعني من سجن او ابد ولا يوم اصلا كان بس مجرد تحقيق وياهم الصحافة كلها كانت غاضبة جدا من عدهم وبدت تتهمهم انه هم الاثنين خلف مقتل التن وبدأ الكل يطالب ابحق التن بعد ما اكتشفوا تفصيلة ايضا جديدة ضافت للقضية وخلتها دارك اكثر تذكرون الصفقة اللي حجيت لكم عليها اللي التن كانت مترجمة بيها مثل ما هي ذكرت ويعني هاي الصفقة كانت صفقة فاسدة مثل ما هي ذكرت وهددت رئيس الوزراء انها تفضحها طبعا هذا حسب كلام المحقق اللي كانت يراقبها المهم هاي الصفقة طلعت صحيحة طلعت الصفقة موجودة وانه بالفعل نجيب استورد او اشترى غواصتين من فرنسا والمشكلة ان اشترى هاي الغواصتين بمبالغ طائلة جدا مثل ما تسجل رغم انه الغواصتين ما يسوون اي شي وكانوا قديمات وتعبانات واسعارهم قليلة جدا يعني ببساطة اخذ فلوس من ميزانية الدولة فلوس كلش هواية وراح اشترى الغواصات هاي بمبالغ قليلة كلش والمبالغ الاكثر اللي اللي ضلت عنده حولها لحسابات باسمه هو وباسم رزاق وباسم سياسيين ماليزيين ثانين رزاق نفه الموضوع قال انه بالفعل صارت هاي الصفقة واني جنت شريك اللي نجيب بيها لكن الصفقة صارت سنة 2002 وهو عرف سنة 2004 فما كان لها اي وجود ولا هي كانت المترجمة ولا اي شي صحفيين بدأوا يعني يبحثون بالموضوع اكثر وردون يتأكدون انه هل بالفعل آلتون كانت وياهم بهاي الصفقة لانه اذا هذا الموضوع صحيح رح يكون الموضوع كلش واضح انه هما قتلوها حتى ما تشهد على فسادهم بهاي الصفقة بعد البحث وصلوا للخطوط الجوية الفرنسية طيارة اللي سافروا علامتنها المفروض نجيب ورزاق حتى يسوون هاي الصفقة اكتشفوا وبيوضوح كلش انه علامتن الطائرة كانت اكو ثلاث كراسي محجوزة الاول كانت باسم نجيب الثاني كان باسم رزاق والثالث كان باسم آلتون يعني اجا الدليل انه آلتون كانت بالفعل وياهم بهاي السفرة ومو بس هيشي لقوا حجوزات بالفنادق باسمها هي كانت موجودة بيها وياهم وايضا يعني فواتير اكل هواية شغلات كانت تثبت انه آلتون كانت بالفعل موجودة وياهم المشكلة انه كل الصحفيين ينزلوا هاي الأخبار وسربوها اتهددوا او انفوا بره البلد وحتى اكو ثنين يعني صحفيات استراليات اجوا من استراليا يشتغلون بقناة الجزيرة اجوا حتى يسوون تقرير بهذا الموضوع بماليزيا واول ما وصلوا وانعرف انه هما يردون هايش يسوون من المطار رجعوهم الاستراليا ما خلوهم يدخلون ابدا الماليزيا كان اكو تكتم والموضوع كان صغير كلش شبير ويعني بدأوا يحسون بخطر على نفسهم من ورا نجي الاخر تفصيلة بالجريمة القاتلين الاثنين اللي هما اصلا تقريبا اعترفوا بالبداية رجعوا وغيروا اقوالهم خلال فترة يعني التحقيق وياهم قالوا لا احنا مغلنا علاقة ببساطة المصيبة انه المحامي مالتهم كان نفسه محامي رزاق زين اذا انت يعني ما لك علاقة وهم قتلوها وانت ردت بس يهددوها ليش داد دافع عنهم بعدك ظل الموضوع يتماطل بي ويقولون لا احنا ابرياء ومن هذا الحشي من سنة 2006 لحد سنة 2015 لكن هنا يعني القانون كان قوي وحكم عليهم واثنينهم بالاعدام واحد منعدهم بالفعل انعدم هناك قبل ما يعني يحكمون عليهم ينطوهم فترة تحت المراقبة او هي تشي فهو قدر يستغل هذا الموضوع ويسافر لما نوصل الى استراليا السلطات الاسترالية قدرت انه تلقي القبض عليه ولقوا بتليفونها رسالة داز هالشخص مسجل اسمه The boss او يعني شون المدير خلي نقول كتب لبيها دزلي 15 مليون استرالي وما رح افتح حلقي بشي اريد اضمن مستقبلي ومستقبل اطفالي ومستحيل ارجع الماليزيا بعد بلغ رئيس الوزراء انه اذا محولتولي الفلوس رح ينفضح موضوعكم اعتقد الموضوع كلش واضح انه المدير اللي دايحتش عليه هو نفسه رزاق طبعا هذا الشخص نفسه المتهم الثاني طلع في فيديو من استراليا قال بي انه رزاق بريء وقال انه احنا سوينا شي بالغلط يعني بدأ يبرر النفسه لكن كان المهم عنده انه يبين انه رزاق بريء واضح انه بالفعل وصلته ل 15 مليون طبعا اعتقد انه بين استراليا وبين ماليزيا ماكو نظام يعني تسليم متهمين او هيكي شي فهذا الشخص انسجن شوية وبعدها طلع وظل حر طليق باستراليا ماعرف شلون لكن هذا اللي انكتب حرفيا وعاش يمأحد من اقاربة بيوم من الايام هذا يعني القريبة رح للشرطة وشهد ضده شهادة جديدة قال انه اعترف لي حرفيا انه هو اللي قتل التن قال له انه احنا قتلنا التن واحنا اللي فجرناها فسأله قريبة هذا قال له منو بيكم اللي اطلق على رئيسها النار انت لول ثاني قال له لا ولا آني ولا هو قال له بالحقيقة احنا ما شنا وحدنا لما انخطفناها قال له رزاق هو اللي اطلق النار على رئيسها رزاق كان ويا المختطفين كل هالوقت بالحقيقة هو فتح لها الباب لما اندقت عليها الباب حسب كلام هذاك وهو اللي اخذها ويا هذول الاثنين وهو اللي كان وياهم لما اناخذوها للغابة وهو بنفسه اللي اطلق النار عليها وقال له القريبة انه كان رح يموت لوحاتش هاي الحقيقة بالبداية بالمحكمة كون انه رزاق هدده يعني الموضوع باختصار اعرف انه يمكن دواختكم القضية وبيه هواية تفاصيل وبيه هواية تفرعات لكن باختصار انه بدت علاقة بين التن وبين نجيب اللي هو رئيس الوزراء استمرت لفترة بعدها عن طريق الصدفة عرفها على المستشار مالتي اللي هو رزاق فايضا صارت علاقة بينها وبينها فبدت هي تتلاعب على الاثنين وبدت انه يعني تحاول انها يعني تستغل الاثنين لكن اللي ما كانت تعرفها انه هما الاثنين كانوا يعرفون ومقررين انهم يتخلصون من عدها كونها عرفت هواية اسرار عن شغلهم اولا كانت تشكل تهديد انها ممكن يعني تسوي شيء لعائلة رزاق يعني تقول لهم على علاقتهم مثلا وايضا كانت تبتز وتريد فلوس من نجيب نفسه بعد ما شهدت الاثنين هم انهم يتخلصون من عدها بهاي الطريقة المصيبة انه هما الاثنين حاليا يعني احرار وما عليهم اي تهمة وعايشين احسن يعني ايام حياتهم بالسلطة وايضا واحد من المجرمين اللي حرفيا يعني انحكم عليه بالاعدام ويعني خلاص انه اعترف قبل انه هو اللي قتلها اليوم هو يعني موجود باستراليا وحر طليق وما حد يم فقضية كلش مستفزة وتزعج لانه ما حس بها عدالة اه اوكي احنا يعني بالعادة ما حب انه انه الوم احد هو مات وهو ضحية لكن واحد لازم عموما يخلي عقلها براسه باي تصرف يتصرف لانه ممكن غلطة صغيرة من عندك بتوديك حرفيا ورا الشمس فالتن هي اولا واخيرا هي ضحية لانه هي اللي انقتلت هنا لكن هي ايضا قبل ما تكون ضحية لرزاق اختياراتها انتوا ايضا اكتبوا لي شون رأيكم تتوقعون اكو سيناريو ثاني صار بهذه القضية لو هو مثل ما انا حجيت لكم ومثل ما مكتوب بكل التقارير اكتبوا لي بالتعليقات وسووا لايك اذا عجبكم الفيديو واشتراك للناس اللي بعدهم مشتركين وانتظروني فيديو جديد وتصبحون على الف خير